اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وثلاثة ألاف وثمانية وثمانون خلية قديمة وتعد محافظة جنين المحافظة الأكثر تربية للنحل تليها محافظتها الخليل وطول كارم اعين العداد خمسون وستون الف وثمانمائة وتسبعم وسبون على خط الأعداد ثم اقربه بنعضب من العين على خط الأعداد بدأ مننقربه لآلف وبا وجيم مداب كيف منننحله؟ الحين منشوف تقريبا خذنا الفصل الأول بذكركم فيها الحين بسرعة يأطلع مع بعض طيب بدي أقربه لأقرب عشرة بطلع العشرات النحط وات ان البدأ العل LAWL خمسة وستين آلف وثمانمائة يتسع وسبين نظر هذه الخطوات ما هي نظر هذه الخطوات نظر هذه الخطوات وكما هو خمسة ثم 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 ثمثة ثم 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 ثمثة ثم الزمثة أجل تسع أكون خمسة واصل محافظة هاي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي تسعة هوا انا وصلت تسعة بحط العدد هون يعني العدد خمسة وستين الف وثمانمية وتسعة وسبعين هون بدي أقربه لأقرب عشرة بطلع وين أقرب عشرة يا حلوين هاي العشرات صح؟ هاي أقرب عشرة أنه العدد اللي أقرب له إذا كان العدد اللي بعده أكبر من خمسة بطلع على هذا العدد هل هذا أكبر من خمسة بتقول لي نعم تسعة إذن بزيد شو بأزيد واحد على هذا العدد وهذا بسوي صفر فشو بصير العدد هاي بصير الستة والخمسة والثمانية ما خاصهم العدد اللي وراه هاي ستة هاي خمسة هاي ثمانية السبعة شو بتصير سبعة زائد واحد شو بتصير يا حلوين بتصير ثمانية وبعدها شو دائما بنحطه صفر هذا مش الجديد هذا شرحنا للفصل الأول إذن كمان مرة كيف بأقرب بطلع العدد اللي بعدية إذا كان خمسة أو أكبر منها بأزيد واحد وإذا ما كانش بخليه زي زي ما هو احفظها بالطريقة هاي واضح يا حلوين يعني لمن أقرب العدد أكيد أقرب لهذا العدد بيكون 65880 نفس العدد بدنا نقربه لأقرب 100 يأ بدنا نقرب العدد 65879 لأقرب 100 بطلع وين المئات عندي هاي المئات هون واضح طيب طلعلي على المئات على العدد اللي بعد المئات شو العدد اللي بعد المئات هون سبعة صح هاي والسبعة هاي هل السبعة أكبر من خمسة؟ نعم صحية إذا أكبر من خمسة شو بأزيد بأزيد واحد على أنو على العدد هال يعني شو بصير بهذا بتزيد عليه واحد الستة بتحطها زي ما هي ما خاص الخمسة بتحطها زي ما هي ثمانية زي ما هي شو بتصير تسعة والباقي بعدها بنحط صفر صفر إذا لمين أقرب العدد لـ 65900 هاي اللي أقرب مئة طبعا حط العدد هون وان بأمثله هاي الثمانمية ستين سبعين تقريبا هون بيجي ستة خمسة ثماني سبعة تسع اللي بعدها اللي أقرب ألف اللي أقرب كدتي اللي أقرب ألف طلح هون العدد لننقربه لأقرب ألف وين للألاف؟ هاي الألاف فتطلع على العدد اللي بعد الألاف شو العدد اللي بعد الألاف؟ هايو ثمانية صح ولا لا؟ الثمانية حلوين أكبر من الخمسة والأقل من الخمسة بتقولي الثمانية أكبر من الخمسة إذن بزيد على الخمسة شو هو؟ واحد بزيد على العدد الأول واحد فشو بتصير؟ بتصير هاي ستة بحطها خمسة زائد واحد ستة والبعدها شو بنحط ثلاث أصفار؟ واحد اثنين ثلاث ستة وستين ألف ستة وستين ألف تيجي هون هاي اللي أقرب ألف واضحة؟ نتطلع على اللي بعده طيب كيف منقرب لأعداد لأقرب عشرة ومئة أو ألف الحين عملناها قلنا بطلع دايما على المنزلة وبأكمل طيب منقرب الحين لأقرب عشرة ألاف هاي معطينا الطريقة طبعاً الطريقة هاي ما بتبتزم يعني أنا بشرح لك بالطريقة الأسهل يلا بدنا نقرب هون لأعشرة آلاف هون عشرات الآلاف هاي الأقرب عشرة آلاف ادي أقرب العدد بأجبها تطلع يلا كم منزلها هنا هاي أحد عشرات مئات ألوف عشرات الآلاف هاي عشرات الآلاف هون بطلع العدد اللي بعد شو العدد اللي بعده له اتنين هالتنين أكبر من خمسة ولا أقل من خمسة؟ بتقول لي لأ اتنين أقل من الخمسة فمعناتها بخلي الستة شو ما لها زي ما هي بحط الستة هيك وبعدها شو بحط أصفار ولا زدنا لها ولا يشي ليش؟ لأن الاتنين ليست أكبر من خمسة بطلع الجواب هون ستون ألف اليوم من العين على خط الأعداد بيجي هون ليش؟ هاي ستة ستة اتنين هانا سفر يعني من السفر وين بدأ روح منزلتين هاي واحد اثنين بعدها سفر الحروض السبعة يعني جمع بقولوها السبعة خطوات بين الخطوتين بس هذا مش مطلوب منكها الحين بس يعني بيجوا هين بالطريقة هاي وواضح بتطلع اللي بعد هاي هاي سؤال اثنين سؤال اثنين يتقى قرب مدينة القدس بدأ عدد سكان ها كم؟ هاي معطيك سبعة وعشرين ألف ومية وثلاثة وعشرين نسمة في العام الفين وخمسة عشر وقرب عدد السكان لأقرب عشرة آلاف لأقرب ايش عشرة آلاف باج بحط العدد هاي العدد يا حلوين هاي اثنين هاي سبعة هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاث وين عشرات الآلاف؟ أول إشي بحدد عشرات الآلاف بتقول لي هاي آحات هاي عشرات هاي مئات هاي ألوف هاي عشرات الآلاف إذن هوا هاي حددنا أول إشي عشرات الآلاف بتطلع العدد اللي بعده أنا العدد اللي بعده هاي يطلع لي على العدد اللي بعده اللي هو السبع السبعة باجي بأقارن هل السبعة أكبر من خمسة؟ هذا الحكي صحيح ولا مش صح؟ السبع أكبر من خمسة؟ بتقول لي نعم صحيح مدام السابق أكبر من خمسة مناتها شو بأعمل بأزيد واحد طيب لو مش أكبر من خمسة بخلي زي ما هو إذن شو بأزيد واحد شو بيصير العدد يا حلوين بيصير العدد ثلاث نزيد واحد ثلاث وبعدها كله أصفر هاي بصير سفر وسفر 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 دائما نتعود دائما بتحط العدد بعدي أصفر نين تلات أربع إذن شو العدد هاي قربنا بهاي الطريقة هاي الجواب واضحة نطلع للبعد كثير مهم الدرسات ندير بالنا مش جديد يعني ناخدنا الفصل الأول مراجعة له سريعة اشترى محمد قطعة أرض بمبلغ 65470 ديناران وقرب ثمن القطعة لأقرب من عشرات آلاف بحط العدد هاي ستة هاي خمسة هاي أربعة هاي سبعة وهي سفر يلا حدد لي وين عشرات الآلاف يا حلوين هاي أحد عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف هاي عشرات الآلاف هون بأجي بأطلع بعد عشرات الآلاف شو في عندي عندي ايه الخمسة بقول الخمسة تساوي الخمسة أو أكبر من الخمسة والأصغر من الخمسة بتقول الخمسة تساوي خمسة طيب مدام تساويها بأزيد شو بأزيد واحد قلنا في حالة كانت أكبر أو تساوي شو بأزيد واحد عمين بأزيد على الأحمر هاي على الست هاي زائد واحد شو بيصير عندي ستة زائد واحد سبعة وبعضي هايش أصفار واحد اثنين تلاتة آربعة هاي العداد في الطريقة هاي إذن سبعون ألف قد تقريبها سبعون ألفا كثير مهم ديروا بالكو دائما بطلع العدد المطلوبة قرب له بطلع علي بعده إذا كان أكبر من خمسة بأزيد واحد أو يساوي خمسة كمان بزيد واحد وإذا كان أقل من خمسة بخليه زي ما هو والعداد اللي بعده بحطهم أصفار اللي قبله بحطهم أصفار لا بظلوا زي ما هم طلع على سؤال خمسة أضع دائرة حول الرقم المغطى وبدأت ناقش أنا وسميلي في الصحة الإجابة طلعوا يا حلوين هنا قربنا لعشرة آلاف وين عشرات الآلاف هون يوم قربنا لعشرات الآلاف شو طلع العدد طلع كله أصفار يعني هذا العدد شو بتكون أقل من خمسة ليش لأنه هنا صار أصفار هذا شو صار هاي يطلع الأربعة ضلت زي ما هي هذا صار أصفار كله اللي بعده فمعناته شو العدد هان العدد يجب أن يكون هاي حط يجب أن يكون أقل من مين أقل من خمسة أنه العدد الأقل من خمسة اثنين ولا خمسة ولا ثمانية لا اثنين هاي الأولى جاهزة نطلع اللي بعدها يا هاي التسعة ضلت تسعة زي ما هي فمعناته العدد شو مال وإذا التسعة ضلت زي التسعة أقل من مين أقل من خمسة أنه الأقل من خمسة الثلاث لبعضه هيا هون يا حلوين طلع السبع شو صارت السبع السبع صارت ثمانية شايفينها هاي سبع صارت ثمانية فمنات العدد شماله أكبر من خمسة العدد شماله أكبر من خمسة العدد الأكبر من خمسة هون التس التسعة كمان هون بنفس الطريقة هنا أربعة وهون خمسة كمان بدي عدد أكبر من خمسة أنا الأكبر من خمسة هون اللي هي الثمان الثمانية في السؤال خمسة حلو وحلو يعني للطالب اللي فاهم فاهم كيف الأمور بتصير وهي كيف يا حلوين من كون خلصنا الدرس الأول شدوا حيالكم كم ملخص يا حلوين شو ملخص الدرس دي أقارب العدد هايلي تقريب العدد هاي مثلا ما أعطيني عشرة آلاف خاربعة خمسة ستة ثمين واحد دي أقارب العشرة آلاف أني العشرة الآلاف اللي هي الأربعة دائما بطلع على العدد اللي بعد الأربعة شو العدد بعد الأربعة خمسة بقول الخمسة تساوي الخمسة مدام الخمسة تساوي الخمسة ونشو بأزيد بأزيد واحد فبيصير أن أربعة زائد واحد خمسة والباقي شو ما لهم الأعداد كلهم أصفار أربعة أصفار واضح هاي فكرة الدرس ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء